كتير من الشباب بيسألني وأنا بتعاطف مع سؤالهم مش حرام مش ظلم أن تكون الخطيئة ممتعة ليه ربنا عمل الخطيئة ممتعة أنا بصارع كتير علشان أرفض الخطيئة بس مش قادر لأني بستمتع عندما أفعلها في البداية أقول أن الله ما عملش الخطيئة الخطيئة إحنا اللي عملناها والأمر الثاني أقول لأحباء الشباب أقول للجميع أن هذه المتعة التي نحصلها من وراء الخطيئة هي متعة وهمية وهي متعة زائفة ومدمرة أرجوك ما تقسش الأمور بلحظتها أنا أعلم أن كثيرين عندما يطاعتون المخدرات يستمتعون لكن من منا ينكر أن متعة المخدرات مدمرة للعقل ومدمرة للأخلاق ومدمرة لحياة الإنسان الاجتماعية كيف تقيس المتعة؟ هل المتعة هي شعور وإحساس في الجسد؟ هل المتعة هي مجرد أن تتعظم مثلا على الآخرين من حولك؟ ما هو تعريفك للمتعة؟ هل تسميها متعة ما تدمر جسدك؟ هل تسميها متعة ما تحطم علاقاتك؟ هل تسميها متعة ما تقلل قيمتك وسلطانك على إرادتك؟ أن المدمن يستمتع لكنه أيضا يدمر نفسه في كل مرة يتعاطى فيها ما يستمتع به أحبائي أن هذه المتعة عبارة عن تركيبة كيميائية أفسدناها نحن عندما استعملنا أكسادنا بطريقة خاطئة فصرنا نستشعر هذه اللذة عندما نفعل هذا الفعل وهذا تشويه لتركيبة الجسمان الذي خلقه الخالق وهذا تشويه لتركيبة الجسد الذي خلقه الخالق والحل أن نعود إلى الله فيعيد شفاءنا وتركيبنا من جديد ويفكك هذه الأمور الخاطئة التي رسخت في أذهاننا وكتبت في أعضائنا يصرخ بوليس ويقول أرى نموسا آخر في أعضائي يحارب نموسا ذهني ويسبيني إلى نموس الخطيئة لكن عندما أتى للمسيح فكك المسيح هذا الارتباط الشرطي بين هذه المتعة الوهمية وهذه التركيبة الجسمانية كل من عاشروا المسيح وارتبطوا به ونالوا خلاصه حررهم المسيح بشفاء حقيقي إذ فك هذه الأوهام وأعاد تركيبة الجسد البشري إلى طبيعته التي خلقه الخالق عليها فلم تعود الخطيئة بالنسبة لهم ممتعة بل أصبحت مؤلمة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر